في خطاب امتزجت فيه مشاعر الإحباط ونبرة السرامة كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة تموحة لحماية المطاعمين ضد فيروس كورونا مما وصفه واباء غير المطاعمين الذين اتهمهم بتقويض الصحة العامة ما يجعل الأمر محبطا بشكل لا يصدق هو أن لدينا وسائل لمكافحة كوفيد لكن أقلية من الأمريكيين تدعمها أقلية من المسؤولين المنتخبين يمنعوننا من تجاوز الجائحة إن هذه التصرفات تتسبب في إصابة الكثير من الناس بالمرض ووفاة غير المطاعمين لا يمكننا السماح لهذه الأفعال بمنعنا حماية الأغلبية الساحقة من الأمريكيين الذين قاموا بوجبهم التدابير الجديد التي تشمل حوالي 100 مليون أمريكي تضمن قرارا تنفيذيا يلزم الموظفين والمتعاقدين الفيدراليين بتلقي اللقاحات ويلغي خيار الفحوصات الأسبوعية كبديل الرئيس الأمريكي طلب أيضا من وزارة العدل ودعا قواعد طارئة تفرض على الشركات التي يعمل بها 100 موظف أو أكثر إلزامهم بالتطعيم أو تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا أسبوعيا ومن دون تسميتهم انتقد بايدن بشدة حكام ولاية جمهورية وضعوا قوانين تمنع إلزامية التطعيم والكمامات متهما إياهم بعرقلة جهود طي صفحة الجائحة رغم أن اللقاحات كانت متوفرة خلال ما يقرب من خمسة أشهر في 80 ألف موقع مختلف لا يزال لدينا ما يقارب من 80 مليون أمريكي فشلوا في أخذها وما يزيد الطينابلة أن هناك مسؤولين منتخبون يعملون بنشاط لتقويض جهود مكافحة كوفيد-19 وبدلا من تشجيع الناس على التطعيم وارتداء الكمامات يطلبون مستودعات متنقلة للموتة لوضع غير الملقحين الذين يموتون جراء كوفيد هذا شيء غير مقبول القرارات الجديدة شاملت أيضا السمحة لإدارة أمن النقل بمضاعفة الغرامات ضد المسافرين الذين يرفضون ارتداء الكمامات على متن وسائل النقل العامة قرارة بايدنا اليوم وإن لم ترقى إلى فرض إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا على جميع الأمريكيين بسبب قيود دستورية وقانونية فمن المتوقع أن تتعرض لطعون قضائية لسيما في الولايات التي تقع تحت سيطرة الجمهوريين هيشام بورار الحرة البيت الأبيض ترجمة نانسي قنقر